سيد خير على حضراتكم طلاب جماعة الجميع الزكية أنا الدكتور معتزة نبيل ودي أول محاضرة في مكرر الاتصال والتسويق عنوان المحاضرة بتاعتنا النهاردة هو مفهوم الاتصال التسويق وده اللي أنا ببتدي به المكرر عشان أعرف يعني إيه اتصال يعني إيه تسويق ويا ترى لما يحصل كده دمج ما بين مفهوم الاتصال ومفهوم التسويق إيه هي النتيجة اللي هتتم من المعنى ده طب وليه الشركات بتشتغل بمفهوم الاتصال التسويق وإيه هو الهدف أساسا من مفهوم الاتصال التسويق وهل يا ترى بيجي من وراء نتائج جيدة جدا لو تم وفق الأهداف سليمة ودراسة جيدة ده اللي هنعرفه إن شاء الله في محاضرة النهاردة بما إننا كده لسه بنبتدي المكرر مع بعض فلازم نعرف المصطلح معناه إيه ورايح على فين في الأول هتكلم على المحتويات بتاعة المحاضرة النهاردة إن شاء الله أول حاجة هو هنتكلم في عن محاضرة النهاردة إن شاء الله رقم اثنين هناخد مفهوم الاتصال وإيه هو الاتصال رقم ثلاثة هناخد عناصر عملية الاتصال باختلاف بقى العناصر من رسالة لمرسل لوسيلة من الميديم بتاعك اللي انت بتنقل من عليه الرسالة للمتلقي اللي بيجيله الرسالة الإعلانية أو الرسالة الإعلامية رقم ثلاثة الفيدباك اللي بينتج عن الرسالة أو الاتصال اللي انت بتعمله كل ده هنعرفه إن شاء الله في محاضرة النهاردة نيجي بعد كده على الشركة التانية في اسم المقرر بتاعنا اللي هو التسويق إيه هي مهية التسويق وإيه هو تعريف التسويق وليه الشركات بتشتغل بالتسويق فبالتالي طالما الشركات بتشتغل بالتسويق وبيع عشان يعملوا في الأول وفي الآخر لاتصال التسويقي إذن هو شيء مهم طب إيه هي الأهمية بقى بتاعت التسويق وإيه هي المنافع اللي بيخلقها نشاط التسويقي بما إنه هو مهم فأكيد بينتج عنه منافع بنشتغل بيها بعد كده بابدأ أشتغل في التعريف التسويق أو ياخد تعريف التسويق وتعريف التسويق في الحقيقة زمان ما كانش زي دلوقتي مرورا بقى بمراحل التسويق اللي إحنا هناخدها على مدار برضو المقرر من أول محاضرة لآخر محاضرة في السمستر مع بعض إن شاء الله التسويق زمان كانت ندر نقول تسويق تقليدي لأنه في الأول وفي الآخر بيعتمد على وسائل إعلانية تقليدية النهاردة التسويق غير كتير عن زمان دلوقتي حضرتك ممكن وإنت قاعد في البيت بتقدر تتفرج على المنتجات بتاعتك وإنت قاعد في البيت زمان ما كانش فيه الموضوع ده زمان كنت إنت لازم تنزل بنفسك تتفرج وتبدأ تدرس السوء تشوف الأسعار بتاعتك تعمل المقارنة ما بين المنتج ده والمنتج ده النهاردة أنت عشان تاخد الأكشن أو تاخد السلوك بتاعك إن أنت تقدر تشتري المنتج بتاعك تقدر تاخد القرار ده في البيت طب هالزمان كان فيه أقدر أخد القرار بتاع إن أنا أشتري المنتج وإن أقاعد في البيت أكيد لا آه ممكن نقول إن أنت كان يبقى متواجد عندك نية الشرق بس ما عندكش السلوك أو القرار بتاع الشرق لأن في الأول وفي الآخر لازم هتنزل تشتري في الشرق لازم هتنزل تشتري من المحل أو المكان اللي موجود فيه البرودكت أو المول اللي هتروحه عشان يبقى موجود فيه المنتج بتاعك وبالتالي لازم تتواجد أنت والمنتج والبايع في مكان واحد ده كان زمان إنما دلوقتي لا مش شرط تماما الموضوع أبسط من زمان خالص لأن دلوقتي بقى فيه بقى الرقمنة أو اسلوب الرقمنة دلوقتي أنا ممكن أعمل الطلب بتاعي أو الأوردر بتاعي من خلال ديشتال بلاتفورمز مثلا أو من خلال اللي أنا كنت أكلم مع حضراتكو فيها برضو في المحاضرة الأنترو الأولى فأنت توعد في البيت بتبدأ تخش على اللابس اللي هي بتقدر تعمل من عليها شابنج تشوف المنتج بتاعك تشوف الريت بتاعه أخباره إيه تشوف الفيدباك كمان الكومنس بتاعت الناس اللي اشترت المنتج اللي انت عايز تشتريه هل بيقولوا كلام كويس فيه إيجابي الأراء بتاعتهم في الكومنس بتاعتهم ولا كلام سلبي وبالتالي من الكومنس دي بتقدر تطلع بقرار أو بتقدر تاخد يعني إيه بيبدأ يتواجد عندك نية الشراء مش هقول السلوك لسه ما وصلش بناء على اللي انت بتقدر تعمل مقارنة كمان ما بين الكمباتورز بتاع الشركة اللي انت تشتري منها المنتج ده طب الشركات التانية عصارها إيه هل الشركات التانية عصارها أحسن ولا لا المنتج اللي انت مختاره السعر بتاعه كويس أحسن من الشركات التانية من هنا كل المعطيات دي خلي بالك انت اللي بتبدأ تشوفها بيبدأ يجي لك بقى خلاص قرار الشراء بيبدأ يتواجد عندك ريجلر يعني بشكل كده منظم بيبدأ يدخل عليك بقى خلاص لحد ما توصل لمرحلة اللي انت فعلا خدت القرار الموضوع انتهى بالنسبة لك وبالتالي بتبدأ تعمل الوردر بتاعك عشان تشتري المنتج ده وبالتالي بس اللي انا عايزة اوصله لك ان التسويه فعلا زمان اختلف كتير عن زمان عن دلوقتي يعني دلوقتي الموضوع بقى أسرع دلوقتي الموضوع بقى فيه منافسة أكتر ده لو انت بقى هنتكلم من حيث انت اللي بتقوم بعملية الاتصال للتسويه وبالتالي المتغيرات اللي حواليها في السوق بتختلف زمان عن دلوقتي خالص نتيجة كمان ان الفيدباك بتعرف يعني تسمعه او تشوفه او تقراه من خلال الكاستمرز بتوعك او من خلال الناس اللي بتبدأ تشوف الاعلان بتاعك عن طريق الديشتال بلاتفورمز اللي انت بتحط عليها الاعلان الممول بتاعك يعني الموضوع اختلف كتير عن زمان وده طبعا اللي احنا هنبدأ نشوف عملية الاتصال التسويه قد ايه كانت شيء واتغيرت بقت شيء تاني من خلال مراحل تطور التسويه من خلال مفهوم التسويه الحديث اللي احنا هنفهم الموضوع ده لحد يعني لحد ما نوصل كده لحد اخر محاضرة هنشوف الموضوع قاعد يتطور ازاي وفي الحقيقة يعني انا هقولك برضو على انا ان الموضوع مش هيخلص عند المكرر لان التسويق عموما كل يوم فيه جديد وكل يوم فيه تطور وحاليا وانا قاعد بشرح لك الجزئة دي برضو الناس لسه بتكاري شغل جديد وبتكاري تستراتيجي تزيدة يعني فيه استراتيجيات لسه بتتعامل وبيبدأوا يشوفوا ازاي ادرى اقنع المستهلك هنفضل في البوينتس دي الى مالة نهاية لحد ما كل شوية بيبدأ ييبوا استراتيجيز جديدة عشان اقدر اقنع المستهلك انه هو فعلا ياخد الاكشنز كل يوم بعد يوم بيبدأ يظهر شيء جديد او استراتيجية جديدة عشان ابدأ اقنع اللي بيتفرج على اعلان بتاعي ايا كان نوع الاعلان وايا كانت الوسيلة الاعلانية المستخدمة لازم اقنعه انه هو يشتري المنتج بتاعي وبدل ما يشتري المنتج بتاع المنافس اللي معايا في السوق مرورا نبقى بالخاتمة ان شاء الله بتاعة المحاضرة النهاردة ومن ثم في النهاية هتلاقوا عند حضراتكم برضو المراجع لو حضراتكم تحبوا تتطلعوا اول حاجة كده هتكلم عن introduction زي ما قلت لحضراتكم بنقول في introduction انه بيمثل مفهوم الاتصال التسويقي اطارا عن من يستطيع المسوقون من خلال تصميم برامج اتصال شاملة وفعالة كما ان يأخذ في حزبان الفروقات الطبيعية الفروقات الطبيعية بين المسوقين حضرتك لما تيجي تعمل اتصال متكامل او اتصال تسويقي بالمعنى الجديد اتصال تسويقي متكامل من خلال ان حضرتك بتفتح الموبايل فانت بتشوف الاعلان بتاع الشركة بتاعتي حضرتك بتتفرج على التيفي فبرضو بتشوف الاعلان الشركة بتاعتي حضرتك بتنزل الشارع وانت سيئة العربية بتاعتك فبتشوف البيلبورتز او الدورز اللي موجودة في الشارع برضو عليها الاعلانات بتاعتي انا قدر تعمل اتصال تسويقي كامل كده عليك ان انت هتشوف الاعلان بتاعي في كل مكان يعني دوري كرجل تسويقي بجعمل اتصال تسويقي متكامل ان انا لازم ابين الفروقات اللي ما بيني وما بين الناس المنفسي اللي هي او الكمبيترزلية اكيد انا عندي حاجة بتميزني عنهم اكيد انا المنتج بتاعي في مقطة قوة بتميزني عن المنافسين اللي موجودين معي في السوق وبالتالي دوري انا هنا ان انا ابرز قوة المنتج بتاعي ان انا قدر ابرز اليو اس بي بتاعته ابدأ ابين اليونيك سيلنج بروبزيشنز بتاعتي الميزة البيعية الفريدة اللي موجودة عندي ومش موجودة عند الناس التاني من خلال اتصال تسويقي كامل وفعال عشان كده برضو قالك ان بيجب على كل شرك اللي بتكرر ان كانت تريد التواصل مع العملة بتاعتها بشكل عشوائي فاكيد مش هتقدر توصل لشيء وعشان كده قلتلك لازم الاتصال بيتم طريقة منظمة وفعالة والاهداف بتاعتك محددة كلمة اهداف محددة هي مش كلمة بتتقال في باراغراف بنقراء لا هي فعلا لازم تتحط ليك انت النهاردة بتعمل كامبين او بتعمل اتصال تسويقي طب انا ايه الجول اللي انا عايز اوصله او ايه الاهداف الجولز اللي انا عايز اوصلها المعنى كلمة جولز ان انا مثلا الهدف بتاعي من الحملة ان انا مثلا مثلا يعني هتديك مثال ان انا مثلا الحصة التسويقية بتاعت الشركة بتاعتي 40% لا انا حابب ان انا الكامبين اللي جاية دي لن اعملها وانجح ان شاء الله فيها لازم اوصل يكون نسبة المباعات بتاعتي في السوق على 40% يعني وبالتالي المنافس بتاعي واخد 60% من السوق مني انا عايز اوصل ل60% هو ايه ب40% يبقى انا مطالب ان انا في 20% اقدر احصل عليهم من خلال اتصال التسويقي بتاع الكامبين اللي انا هعملها في الفترة دي معنى كلمة جول معنى هدف لازم اوصل الاستراتيجيات الفعالة هشتغل بقى انه نوع من انواع الاستراتيجية اللي هادر اشتغل بيها كل دي بيانات كده او اهداف بتحطها قدام عينك بتحدد الاستراتيجية اللي هتشتغل بيها ايه وبرضو الاستراتيجيات ان شاء الله هناخدها في المكرر بحيث تبقى عارف انت البرودكت بتاعك ينفع يكون معاه الاستراتيجية الفعالة اللي هتنفعك وتبين النقاط القوة اللي عندك وما تبينش نقاط الضعف بتاعتك من نسبة للعملة وانت بتتميز بايه عن المنافسين بتوعك هي دي كلمة الاستراتيجية اللي هتشتغل بيها بعد كده قالك لقد بات ما فهم الاتصال التسويقي شائعا بين الناس الناس كتير الموضوع ده بقى منتشر كيف فعلا ما بينهم اصبح العديد منهم يحملون مواقف اما ايجابية او سلبية فينا ابتجاه الاعلانات فيه ناس لما بتيجي تشوف اعلان انا او انت او اي حد من الاهل والاقارب والاصدقاء يشوف اعلاني يقولك الاعلان ده والله هيك اللطيف كان كويس لا الاعلان ده ما كانش عاجبني حد شاف الاعلان بتاع منتج كزا امبارح او شفته لا ما عاجبنيش خالص واحد تاني يقولك لا عاجبني وبالتالي انا باخد هنا موقف نتيجة ان انا شفت اعلان قدامي او شفت منتج بيتعرض له اعلان او خلاني اتفي بقى ان هو بيتعرض له مش اعلان نده نقول نوع من انواع الاتصال التسويقي كده جالك اللي هو الاعلان ده بس هو في الحقيقة اتصال تسويقي اه ما عاجبنيش ما لافتش نظري اه غير ان هو ما لافتش نظري بدأ يخليني انفر او ما حبش المنتج اساسا من غير ما اجربه يعني احنا بنوصل بقى لمرحلة في السلبية بما اننا بنتكلم بقى عن مواقف الايجابية والسلبية مرحلة كبيرة جدا من النوع السلبي فعشان كده بدأ يقول لك ان في مواقف ايجابية او سلبية انت بتاخدها اتجاه الاعلانات او مندوب المبيعات مندوب المبيعات اللي بيجي وقفك او بيشرح لك المنتج بتاعه فانت ما بتحبش ده برضو انت بتاخد مواقف سلبي وعلى فكرة ممكن تاخد مواقف ايجابي يعني برضو كلامي يحمل الشقيين اما ايجابي او سلبي بس انا بشرح لك ان فعلا احنا فعلا بنتعرض في يومنا العادي لمواقف ايجابية او سلبية وبنبدأ ان نتكلم مع بعض احنا وصحابنا بس ما بنبقاش واخدين بالنا ان فعلا هو المشكلة مش في المنتج ذات نفسه هي المشكلة ان في صاحب الاتصال التسويقي مقدرش او القائم على عملية الاتصال التسويقي مقدرش يوصل المسج بتاعته بشكل توضح فيها القوة بتاعتك وما تبينش فيها نقاط الضعف بتاعتك وبشكل يريح المطلق الرسالة يبقى مستريح لها هو بيشوفها واوسع امي يظن الكثير من الناس زالت المهاردة في المحاضرة ان شاء الله هنتكلم على المفهوم بتاع الاتصال التسويقي باعتباره ده الاطار او الجهود الاتصال الفعالة للشركات او المفروض ان شاء الله تكون فهمت المعنى ده قائم ازاي او المسج اللي بتطلع من عليه بتوصل ازاي وازاي انجح فيها لو انا في شركة او منشأة ببدأ اعمل عملية اتصال لها عشان كده في الاول بدأت اتكلم على مفهوم الاتصال ايه هو مفهوم الاتصال هي اصل كلمة اتصال يعني communication بترجع الاصل اللاتيني اللي هو ومعناها كما اللي هو المشترك او عام ببساطة جدا طيب كلمة اتصال باللغة العربية هي نفس المعنى عموما ما بينها وما بين اللاتيني او الاجنبي ومعناها اللي هي بتشير الى اقامة الصلة المعرفية بين اطراف عملية الاتصال الاطراف عملية الاتصال اللي احنا هناخدها برضو دلوقتي فيه صلة ما بينهم او فيه اتصال ما بينهم عشان كده ابرز التعريفات العربية المفهوم الاتصال انه حامل العملية الاجتماعية والوسيلة اللي بيستخدمها الانسان لتحقيق التنظيم واستقرار وتغيير حياته الاجتماعية ونقل اشكالها ومعناها من جيل الى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم لما باجي اعبر عن موقف معين او رسالة معينة لحد تاني فده بالنسبة لي هي دي عملية اتصال سواء بقى ان انا بعمل تعبير زي ما انا بتكلم دلوقتي مع حضراتكم او بقى اي وسيلة تانية قالك برضو بيشير الاتصال الى كافة اوجه النشاط والممارسات الاعلامية اي ممارسة اعلامية حرك بتعملها فده اعتبر عملية اتصال ودعائية واعلانية وتعليمية كل دي اوجه انشطة لعملية الاتصال رغم اختلاف الانشطة والممارسات الا ان الاهداف والاساليب والاعداد قد تكون واحدة ان انا بعمل عملية اتصال في الاول وفي الاخر بتتفق جميعها في كونها عملية اتصال جماهيرية او شخصية المهم ان في عملية اتصال وفي الاول وفي الاخر حضرتك فيه رسالة مرسل مطلقي قد تجمع العملية الاتصالية بين الاتصال المباشر ووسائل الاتصال الغير مباشر زي ما قلت لسيادتك دلوقتي ان فيه اتصال جماهيري واتصال شخصي او اتصال مباشر او اتصال غير مباشر كما هو في الحال في عملية التعليم التي ما زالت تعتمد على الاتصال الشخصي المباشر اعتمادا مباشرا من خلال المعلم مع الاستعانة والوساطة التعليمية عملية التعليم كلها عموما مبنية على عملية الاتصال الشخصي ما بين المعلم وبين التلاميذ بستمتعه ممكن يتم الاستخدام أو الطلاب يعني بيتم استخدام وسائل اتصال الالكترونية وفي مقدمتها الراديو والتلفزيون الفيديو والسينما الحاسبات الألية الكمبيوترائز عموما كل ده بس ستيل في الأول وفي الآخر هي برضو مبنية ما بين اللي بيعمل عملية الاتصال في التعليم اللي هو المعلم وما بين الطلاب بتوعه أو الدكتور في الجامعة وما بين الطلاب بتوعه ولا يعني الاتصال مجرد توجيه رسالة من طرف الآخر الاتصال مش مجرد رسالة بنقولها من طرف لطرف آخر هي العملية اللي بيطلق عليها البس أو النشرة أو الإرسال من جانب واحد حيث أن الطرف الأول لابد أن يتلقى ردا فوريا أو معجلا على رسالته ولابد أن يستمر توجيه هذه الردود مع استمرار توجيه الرسالة لازم تاخد فيدباك أو راجع سطل من خلال متلقي الرسالة بتاعتك سواء رسالة اتصالية اعلانية اللي انت بتعملها فأنت بتاخد الفيدباك بتاعك من المستهلك أو متلقي الرسالة بتاعتك أنها بيقدر يشتري البرودكت بتاعها وعشان كده دايماً كنت بقول لكم في سواء في المخاضرة الافتتاحية أو الانترو لكتشير يعني بتاعتنا أو في المخاضرة النهاردة بقولك دايماً أن دايماً عشان كده بدأوا الناس المسوقون أو قائمة لعملية الاتصالية التسوقية بدوا يهتموا قوي بحطة ديشتال بلاتفورمز بقى والسوشيال ميديا عموماً خلي بالك لأن أنا بقدر أعرف الفيدباك في نفس الوقت يعني أنا جاست أن أنا بنزل الإعلان الممون أو البوست اللي هو مش ممون نزل على صفحيتي أنا بتاعتي في الشركة ببدأ أشوف الفيدباك اللايكس أخبرها إيه طب هل في حد عمل رياكشنز مثلاً أنجري لا حد مش عجبه الإعلان فبيبدأ يعمل كومنت لا حد عجبه الإعلان جداً بدأ يعمل شير لي وبالتالي هو بدأ المكان مشاهد للإعلان بقى مصوق الإعلان يعني خلي بالك بعد ما بقى العميل أو المشاهد مشاهد بس لا ده بدأ يسوق للإعلان بتاعي أو للبوست بتاعي فهنا أنا طبعاً كسبت مكاسب لا حصرة لها يعني ممكن بقى نحدد أبرز التعريفات اللي حددها مفهوم الاتصال في مقالي واحد نقل المعلومات والأفكار والمواقف من شخص الآخر اثنين تبادل المعلومات بين الناس والمشاركة في المعرفة عن طريق استخدام ورموص تحمل معلومات ثلاثة العملية اللي بيتفاعل بمقتضاها متلق الرسالة ومرسلها في مضامين اتماعية معينة حيث يتمل في هذا التفاعل نقل أفكار ومعلومات بقى نقل أفكار ومعلومات من شخص الآخر ومنبهات بين الأفراد عن قضية معينة الطبق اللي انت هتعمل عليه الاتصال أو معنى مجرد أو واقع معين أربعة نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من طرف الآخر من خلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية ونهاية آخر حاجة أن مفهوم الاتصال هو نشاط لغنى عنه للفرد لتلبية أفسد شؤونه واحتياجاته المعيشية والاجتماعية في كل مراحل العمر يمارسه الوليد منذ مولده للتعبير عن احتياجاته الأساسية أي رسالة بتقولها حضرتك بس من بتنزل تشتري منتج معين من محل أو مول معين بتنزل تشتري شيء من دواء فأنت بتقول أنا عايز كذا كلمة أنا عايز أو جملة أنا عايز بمعنى أصح هي عملية اتصال ليه عملية اتصال؟ لأن هنا الرسالة المرسل هو أنا المتلقي هو الشخص اللي هيتلقى الرسالة بتاعتي وهيعمل استجابة هيعمل راجع صدق فيد باكلية وبالتالي هنا أصبحت عملية اتصال وعشان كده قالك أن هي موجودة عملية اتصال في كل مراحل العمر من أول الوليد من أول مولده للتعبير عن احتياجاته الأساسية عناصر عملية الاتصال أول عنصر عندي في عملية الاتصال هو المرسل هو الشخص اللي بيحمل في زهنه فكرة أو معنى محدد بيريد أن ينقله إلى شخص ما يطلق علي أحيانا المصدر مصدر الرسالة هو المصدر اللي بيطلع منه الرسالة أو الرسورس اللي بيطلع منه الرسالة وهو اللي بيبدأ بعملية الاتصال وقد تأتي الرسالة لاتصالية من قبل منتج السلعة أو الخدمة أو منتجر التجزئة ممكن اللي بيعمل الرسالة أو اللي بيبقى المرسل أو السندر بتاع الرسالة أو مصدر الرسالة المنتج بتاع السلعة ذات نفسها أو الخدمة اللي بيقدمها أو تاجر التجزئة اللي بيبيع السلعة للمستهلكين أو الجمهور المستهدف بتاعهم ومتلقي الرسالة عموما ويترجب على المرسل أن يحدد الهدف الرئيسي الذي يريد إيصاله وللمستهلك أنا عايز إيه؟ الهدف بتاعي في الرسالة الهدف بتاعي إن أنا أبرز نقاط القوة عندي إن أنا أبيع المنتج بتاعي إن أنا أقنع المستهلك بتاعي عندي زبون أو مستهلك جاي لي جاي بعد ما اشتلى المنتج مثلا متدايق من خدمة ما بعد البيع إذا أنا لازم هنا أعمل على إرضاء المستهلك فممكن يبقى الهدف هدف تاني خالص على فكرة غير إن أنا عايز أبيع يعني ما تقس كلامي كله على عملية البيع والشراء لأ ممكن يكون فيه هدف مختلف تماما عن الموضوع ده المهم أو المغزى من اللي أنا بقوله إن أنت المرسل لازم يكون عارف المسج هدفها إيه اللي بيقولها داخل عملية الاتصال عشان يقدر ينجح فيها عشان كده بيقولك لازم بيحدد الهدف الرئيسي الذي يريد إيصاله إلى المستهلك بشكل دقيق ومباشر وقد يتغير وضع المرسل إلى مستقبل عندما يتلقى ردد فعل أو استجابة ده اللي كنت بقولك عليه إن أنا بعد ما بعمل الرسالة بتاعتي أو المسج بتاعتي بتروح لمطلق الرسالة مطلق الرسالة بيبدأ يرد عليه وبالتالي مطلق الرسالة تدوره هنا بقى بدأ يتغير بدل ما كان مطلقي بقى مرسل في نفس الوقت وبقيت أنا بدل ما كنت أنا مرسل الرسالة بقيت مطلقي وبالتالي الأمور غيرت المرسل بقى مطلقي والمطلقي بقى مرسل فلازم أكون وفاهم الرسالة اللي جاية لي عشان أقدر أرد عليها وبالتالي برضو عملية الاتصال تنجح بعد كده بيجي دور الترميز يعني الترميز تحويل أفكار المرسل الرسالة اللي جاية من المرسل الأفكار بتاعته إلى رسالة ببدأ أبعادها رسالة يمكن أن تكون نصية أو مرئية متشافة بالعين أو مزيجة من الاتنين الاتنين مع بعض تبدأ عملية الاتصال عادة باختيار كلمات، رموز، صور غيرها لتكوين الرسالة التي سيتم رسالها المستقبل أختار شكل الرسالة اللي أنت عايزها زي ما تكون المهم أن أنا عشان أبدأ أعبر بالرسالة اللي جواية أبدأ أعمل عملية ترميز ترميز عشان أشوف هوصل الرسالة بتاعتي إزاي عن طريق كلمات أو رموز أو صور زي ما قال لك ممكن تكون نصية أو مرئية أو مزيجة ما بين الاتنين النقطة اللي بعدها هي المسجر الرسالة رسالة الاتصال أو الرسالة عملية الاتصال عبارة عن المعاني والمعلومات التي ترسل من قبل المرسل إلى المستقبل مرسل بيبعث رسالة للمستقبل أو متلقي الرسالة للتأثير على سلوكه ويكون دقة ووضوح الرسالة أثر في سهولة أو صعوبة الاتصال كل ما رسالتك هتكون واضحة وصريحة وليه هدف معين وتكون إن بوينت في المسج بتاعتك كل ما هتقدر تعمل أقناع كل ما هتقدر تقنع اللي قدامك زي ما بتنزل برضو تشتري منتك وتقعد تتكلم مع رجل البيع الشخصي أو البائع وبتلاقيه بيبدأ يتكلم معك بس ما أقنعكش وبالتالي هتنصرف عن الرسالة بتاعتك مش هيبقى فيه راجع صدق ومش هيبقى فيه استجابة ودي اللي أنا قدع حالاً دلوقتي وبالتالي حضرتك كل ما هتقدر رسالتك تكون واضحة سريعة دقيقة كل ما هتقدر تقنع الإنسان اللي قدامك أو الشخص اللي هيتلقى الرسالة بتاعتك وهيبدأ يقتنع بالكلام اللي انت بتوصل هنيجي بعد كده لوسيلة الاتصال الميديم بتاعك طريقة نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل الوسيلة الاتصال الميديم أي وسيلة بنستخدمها في الدنيا بنقدر ننقل من عليها عملية الاتصال فهي يطلق عليها وسيلة الاتصال فقد يتم نقلها عن طريق حديث شخصي نين بيتكلم مع بعض تليفون الهاتف يعني الخطابات التقارير أو بأي وسيلة من وسائل الإلكترونية الحديثة زي الحاسب بريد إلكتروني والإنترنت كل دي وسائل ااتصال اللي بقدر أنا اللي من عليها الرسالة بتاعتي أو العملية الاتصال بتتم من خلالها أو الرسالة الاتصالية اللي بتطلع من المرسل المتلقي وعن� monuments بتختلف الأدوار بعد عملية الاتصال ما بتتم بيبدأ المتلقي بيبقى مرسل والمرسل بيبقى ايه مستقبل ريسيفر أو الشخص اللي بيتلقى الرسالة الإعلانية هو الشخص الذي يقوم باستلام الرسالة الاتصالية بيسعى إلى الحصول على معلومات نافعة ومفيدة من هذه الرسالة والتي بدورها تؤثر في رغباته وحاجاته لاستمالاته وإقناعه باتخاذ قرار الشراء يعني أهم حاجة عندي في التعريف بتاع المستقبل ده هي الجزئية بصراحة بتاعته تؤثر في رغباته وحاجاته لاستمالاته وإقناعه باتخاذ قرار الشراء لأن ببساطة أنا لو ما قدرتش أقنعه فعملية اتصال فشلة أو مش نجحة أو حصل دون في الاتصال ما بين المرسل والمتلقي ما نجحتش ما قدرتش أبقى في الهدف بتاعي المحدد إن أنا أقدر أقنعك وبالتالي زي ما بدأت معاك في المحاضرة أقولت لك أي عملية اتصال ناك حاليا أهداف واضحة ومرسومة بدقة وفقا لمعطيات أو وفقا لبيانات محددة وجيدة هي البوينت دي هقعد عيدها لك كده مرارا وتكرارا في السمستر كتير لأن لو حضرتك دارس الأهداف بتاعتك أو محدد الأهداف بشكل جيد فبالتالي هتقدر تأثر في الرسالة بتاعتك يعني لوجيك عشان كده أقول لك إن المستقبل ده دوري كبير جدا أنا كمرسل الرسالة إن أنا أقدر أسرع رغباته وأقنعه وأقدر أخليه يشتري المنتج ببساطة جدا بعيدا عن إن أنا أخرج من عملية الاتصال بشكل أحط فيه معاني بعيدة عن الأهداف بتاعتي فعملت عملية الاتصال معاه في الحقيقة قدرت أقنع متلق الرسالة بتاعي وبالتالي بدأ يقتنع فعلا ويوصل للبوينت اللي إحنا عايزنا بوينت الأكشن أو السلوك أو شراء المنتج أو تغيير سلوك معين عنده أنا مش حابه لو أنا بعمل مثلا حملة توعية اجتماعية مثلا عشان أحد من ظاهرة سيئة أو أقنع الجمهور بتاعي بالإقلاع معادة سيئة أو ليست جيدة وبالتالي عملية الإقناع للمستقبل هي أهم عملية في عمليات الاتصال فك الترميز أو الديكودينج هو أو هي العملية التي يقوم من خلالها المتلقي بفك رموز الرسالة التي قام المرسل برسالها يمكن أن تنقل الرسالة المطلقة نفس المعنى التي كان يقصده المرسل إلا أن الخطر يقمن في أن فك الترميز قد يكون أحيانا إلى نقل معنى غير مرغوب فيه أبعث لك ميسيج طبعا كل ما كانت واضحة وسهلة هتفهمها سريعا إنما ممكن الخطر هنا بقى بيقمن في أن فك الترميز ده قد يكون أحيانا يقول أحيانا نقل معنى غير مرغوب فيه حصل عملية تشويش أو حصل عملية ديستورشن حصل عملية نويزي وبالتالي أنت وصل لك معنى مش هو ده اللي أنا عايزة أو أوصله لك بالتالي عملية صال ما نجحتش ليه؟ لأن أنا كنت عايزة أوصلك رسالة معينة بهدف معين راحت في اتجاه تاني خالص فحصل تزبزب في نتيجة الرسالة أو نتيجة الاتصال اللي أنا عايز أعمله عشان كده قال لك تتأثر عملية فك الترميز كثيرا بمجال خبرة المستقبل يعني الريسيفر بتاعي خبرته مهمة أو بالنسبة لي طب يعني إيه الكلام ده؟ حضرتك أنت النهاردة بتعمل إعلان مثلا يعني إعلان لكلاس ايه الفئة المحددة أو الجمهور المستدف بتاعك هو كلاس ايه هي فيها مرتفعة اقتصاديا ومرتفعة علميا وثقافيا وبالتالي الرسالة الإعلانية أو خلينا نتكلم لو هعمل إسقاط على عملية الاتصال فيه فالرسالة الاتصالية بيكون الكونتنت بتاعها كونتنت يناسب كلاس ايه أكيد لو أنا بعمل بقى الرسالة إعلانية لكلاس ايه اللي هم المستوى الاقتصادي بتاعهم منخفض وبالتالي المستوى الاجتماعي والثقافي منخفض أيضا وبالتالي لازم أعمل مسج إعلانية لازم يكون المعاني أبسط بكثير من الرسالة اللي هتروح لكلاس ايه عشان الناس دي تقدر تفهمني طب أنا بقى اعتمدت على المتغيرات دي في ايه؟ أو ايه اللي خلاني أقول هنا هعمل مسج بالشكل ده وهنا هعمل مسج بالشكل ده بسبب خبرة المستقبل خبرة الريسيفر بتاعي عشان الرجل ده أو متلقي الرسالة يقدر يعمل عملية فك ترميز ببساطة عشان يقدر يعمل دي كودينج في المسج اللي أنا أوصلها له عشان أنجح في المسج بتاعتي عشان أنجح في عملية الاتصال عشان أقدر أحدد الهدف اللي أنا عايز أوصله عشان كده أقول لك لذا فإن الاتصال الفعال يحصل عندما تكون هناك أرضية مشتركة بين المرسل ومتلقي حبك لو موقف أو القائم بعملية الاتصال عنده معرفة عالية عنده وعي عالي والمستقبل بتاع الرسالة ده بنفس درجة الكفاءة العلمية والثقافية والاجتماعية فبالتالي بتلاقي المرسل والمستقبل قادريني يتكلموا مع بعض لأن الاتنين تفكيرهم واحد إنما لما جيب المرسل في كاتجري والمستقبل في كاتجري تاني أو ده في فئة وده في فئة فمش قادريني يتوقبوا مع بعض في الحديث وبالتالي حصل هنا دون في عملية الاتصال أو في وك الترميز أو الديكودينج بتاعنا ما نجحش من نسبة للمستقبل وبالتالي عملية الاتصال للأسف يعتبر فشلت وهذا ما يمثله التقاطع بين مجال خبرة المرسل ومجال خبرة المستقبل فكلما زادت معرفة المرسل بالمستقبل كلما زاد فهمه لحاجات المستقبل كلما المرسل مجال خبرة هو بتإكوال كده نقدر نقول بتساوي خبرة المستقبل بتاع الرسالة وده بيبقى أحسن كتير بيقدروا يتفعلوا مع بعض ويعملوا عملية اتصال نجحة كلما زاد فهمه لحاجات المستقبل كلما عرفت المستقبل بتاعي وهنا هبدأ أكون إن بوينت أكتر كلما أعرف حاجات المستهلت بتاعي أو الشخص اللي جاي يتكلم معايا أو يستفسر عن شيء أو يشتري شيء أو محتاج شيء كلما أعرف هو عايز بالضبط أكيد عملية الاتصال هتنجح أكتر وبالتالي لما أقدر أعمله عملية الاتصال هو هيقدر يعمل لها عملية فك ترميز بسهولة شديدة جدا مما يصعد على تكوين اتصال أكثر فعلية فالرسالة الأفضل هي إذن هي الرسالة التي تتضمن كلمات ورموزا مألوفة من نسبة للمستقبل بعد كده هنوصل لمرحلة الاستجابة أو الريسبونز يعتبر الاستجابة على الرد تفعل المستقبل بعد تلقيه الرسالة يمكن أن تتراوح استجابات المستقبل من أفعال غير ملقوظة يبدأ ما يبينش فيبدأ يخزن معلومات في الزاكرة في الميموري بتاعته إلى أفعال مباشرة كالاتصال لطلب الموند يبدأ يعمل استجابة داخلية ممكن ما تتشفش أو ممكن ما تبقاش مرقية أو غير ملحوظة يخزن المعلومات بتاعته في الزاكرة أنت النهاردة عايز تشتري منتج فدخلت تبدأ تجمع الداتة بتاعتك فشوفت أكتر من المنتج بدأت كده بشكل بسيط وهادي وغير ملحوظة أنت بدأت تبقى ميال لبرند من البرندات بس أنت ما وضحتش بدأت أنت بتشوف البرند ده سعره كذا والبرند ده سعره كذا وبدأت تشوف كل منتج من المنتجات اللي موجودة في السوق في الفئة دي بتشوف الداتة بتاعتها بس وانت كده بتعمل سيرش وبتدور في الموبايل عندك بدأت تبقى ميال لمنتج من المنتجات ما بينتش ده يعني في الحقيقة فعلا ما بينتش ده بس أنا من جواي أنا ميال لمنتج معايا نتيجة أن الداتا كل ما باخد داتا في عملية الاتصال وانا بدور كده وبعمل سيرش من نسبة للسعر أو من نسبة لفيدباك أو من نسبة للريت أو من نسبة لأي متغير بقى من المتغيرات دي بدأ يخليني ميال لبرند من البرندات تمام؟ وبالتالي الاستجابة كانت استجابة داخلية هي دي اللي هتوصلني يخلي بالك بعد كده لعملية الأكشن أو عملية السلوك زي ما اتفقنا زي عشان كده قال لك إلى أفعال مباشرك الاتصال لطلب المنتج التغذية العكسية أو الفيدباك هو رد المطلقي على رسالة المرسل الذي قد يستخدمه الأخير لتعديل رسالاته القادمة للرد على رسالة يتكون بناء على المعنى الذي يفهمه المستقل الفيدباك اللي بيخرج بقى من مطلقي الرسالة راجع الصدى الرد بتاعه اللي بيبدأ يقوله بعد ما حصلت الرسالة جت من المرسل عن طريق وسيلة الاتصال فراحت للمطلقي فالمطلقي عمل عملية الفك الترميز بتاعها وبدأ يكون استجابة بدأ يعبر برأيه ويديك الفيدباك بتاعك يديك الفيدباك أو يقول للمرسل ده الرد بتاعه وبالتالي عملية الرد دي هي اسمها الفيدباك أو راجع الصدى أو التغذية العكسية وهنا لازم أكون أشوف راجع الصدى بتاعي ده هل هو إيجابي ولا سلبي عشان أقدر أحدد عملية الاتصال هتمشي إزاي عشان كده برضو الفيدباك قالك هو شيء مهم جدا وكل الناس أو كل اللي بقوا بيعملوا لهم عمليات الاتصال النهاردة بوزات في الاتصال التسوي بيهمهم يعرفوا قوي راجع الصدى أخباره إيه طبعا دلوقتي بقى الموضوع أسرع وأسهل زي ما قلت لك قبل كده بس زمان كان الحملة بقى الكامبين يعني بتبدأ تشتغل وهي شغالة ببدأ أعمل أن أنزل الناس تعمل تقييم في الشارع أشوف الفئة بتاعتي الجمهور بتاعي المستهلك بتاعي رأيه إيه في الكامبين كان فيه تقييم أثناء الحملة وتقييم بعد الحملة كمان عشان أبقى أبديتت أول بأول بالفيدباك بتاعي ماشي كويس ولا مش كويس وده برضو بشوفه من خلال راجع الصدى أو رد المتلقي على الرسالة اللي أنا عملتها أو الكامبين اللي أنا عملتها أو الحملة الإعلانية اللي أنا عملتها بشكل واضح وصريح التشويش يشير التشويش إلى العامل الخارجية الغير مخطط له التي قد تؤثر على فهم المستقبل الرسالة ممكن يحصل نويزي فالرسيفر بتاعي هو بيأخد المسج بتاعتي المسج الاتصال عن طريق الميديم بدأ يحصله نويزي بدأ ما يفهمش الرسالة وهنا هتبقى مشكلة كبيرة جدا لأن كده تقريبا عملية الاتصال بتفشل هي يعني خلاص راحة ما نقولش فشلت بس هي بتفشل لو ما تلحقتش يعني وجعله يفهمها بطريقة مختلفة عامة خططة له المرسل وقد يكون التشويش خطأ بسيط مثل خطأ مطبعي يؤثر على معنى الاعلان الراجل بسبب خطأ مطبعي بدأ يشوف الاعلان رايح في اتجاه تاني خالص أو يفهمه بشكل خاطئ أو استخدام كلمات أو صور لا تقوم بتوصيل رسالة بوضوح يعني نستخدم صور أو كلمات فهمتني الاعلان بشكل غلط أو ما وصل ليش معنى الاعلان أساسا اتفرجت على الاعلان قلت له لا أنا ما فهمتش الاعلان اللي حرك بتعلن عنه أو رينجرس الهاتف حسمها مشاهدة المتلقى الاعلان زي ما أنا بتفرج قاعد بتفرج على الاعلان الموبايل رن وبالتالي اهتمت بالموبايل سبت الاعلان ما تفرجتش عليه وبالتالي عملية الاعلان للأسف فشلت أو عملية الاتصال فشلت برضو تمام ولتوصيل الرسالة بشكل فعال لابد من وجود مجال خبرة مشترك بين المرسل والمستقبل زي ما قلت لحضراتكم كده ان يفضل يعني ان مجال الخبرة ما بين المرسل والمستقبل يكونوا قريبين لبعض أو متساويين عشان ينجح عملية الاتصال يوضح الشكل التالي اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي عناصر عملية الاتصال كما يعرض دائرتين تمثلان مجالات الخبرة الخاصة بالمرسل والمستقبل وقد حدث الكثير من المشاكل لأحد الأمثلة اللي هشرح لحضراتكم أثناء تفسير بعض الرسالة الاتصالية نتيجة الاختلاف في مجالات الخبرة كان فيه اختلاف في مجالات الخبرة ما بين المرسل والمستقبل كان المشكلة اللحتي حدثت عندما صممت KFC شعراء أو الاسلوجين بتاعها Finger Legend Good والتي تعني شاهل درجة تجعلك طلق عقق أصابعك والتي تم تفسيرها ترجموها بقى ترجمة تانية خالص في اللغة الصينية ليصبح تناول أصابعك بعدها وطبعا هنا عملية الاتصال ما ننجحتش نتيجة إن مجال الخبرة كان فيه تباعد شوية أو ما تفهمتش بالمعنى زي ما قلنا ممكن عملية الاتصال الرسالة بتاعتها تروح فيه معنى مختلف خالص لو كان فيه مجال الخبرة ما بين المرسل والمستقبل فيه تباعد أو ما كانش فيه تقارب يعني ما بينهم وبالتالي هنا أصبح المعنى راح فيه حتة تانية خالص أو في اتجاه مختلف عن اللي تقصده الشركة في الاسلوجين بتاعها وده الشكل اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم إن عندنا دي عملية الاتصال بدايةً كده من أول المرسل على الشمال فوق بيبدأ يعمل عملية الترميز عشان يبدأ يقول المسج بتاعته عن طريق الميديم بتاعه اللي هي الرسالة وتحقيها الوسيط اللي هو الوسيلة ويترى يا هل ترى فيه تشويش ولا لا بيأثر على الرسالة عموما ولا مفيش تشويش هيتم بعد كده بتبدأ الرسالة عن طريق الوسيط بتروح على فك الترميز لأن المستقبل هنا أو الرسيفر بتاعك في عملية الاتصال هيبدأ يوصل له الرسالة فبيبدأ يعمل لها عملية فك الترميز طيب المستقبل هنا أو الرسيفر ووصل له الرسالة بعد كده بتروح لعملية الاستجابة الريسبونز بتاعه عندنا بقى بعد الاستجابة بتروح للفيدباك بتاعه أو التغزيل العكسية أو الراجعة منه بتبدأ تروح للمرسل تاني فيه عندنا سيرك العليمين خالص دي مجال خبرة المستقبل وفيه سيركل على الشمال دي مجال خبرة المرسل بين السندر والرسيفر زي ما قلنا في عملية الاتصال ويا ترى هل ترى التشويش اللي في النص النويزي ده هو بيأثر على مجالات الخبرة ولا لا عن طريق الميديم أساسا اللي هي الوسيلة هل أثرت على الوسيلة في عملية نقل الرسالة اللي هو المربع اللي فوق الوسيط ولا لا عشان كده كنت بقول لحضراتكم ان طالما يعني لو مجال الخبرة المستقبل ومرسل متقاربين ويا ريتي بو اكوال او متقاربين فده بينجح عملية الاتصال عموما في الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بالشرح الكافي يعني ما بين كل عنصر والتاني ما هي التسويق كده احنا خلصنا الاتصال منورا بعناصر عملية الاتصال وعرفنا كل عنصر بيتم في ايه وازاي يقدر ينجح عملية الاتصال هننتقل بقى الى الشكل التاني زي ما اتفعت معكم كده في الداية المخابرة بتاعتنا الى ما هي التسويق هناخد بقى مقدمة عن التسويق كده نقراها مع بعض يعتبر النشاط التسويقي احد اوجه الانشطة الرئيسية للمنشاة ووظيفة الاساسية من وظائفها الى جانب وظائف الانتاج والتمويل والافراد والعلاقات العامة ان التسويق من احد الانشطة الاساسية في اي منشاة او شركة بطرجة جمهور معين فلازم تشتغل على التسويق ويلعب النشاط التسويق دورا اساسيا في نجاح منشآت الاعمال فاذا امنى ان المبرر الاقتصادي والاجتماعي لوجود اي منشآة هو اشباع الحاجات والرغبات الانسانية المتزايدة والمطورة فان علينا ان نسع الى تحديد تلك الحاجات ايه هي الحاجات النيتز والوانتز بقى اللي محتاجها الجمهور بتاعي لازم ادرس الجمهور بتاعي كويس جدا عشان اقدر اوصله الحاجات اللي نعصى من خلال المنتج بتاعي عشان ببساطة شديدة جدا يبدأ يشتري بطريقة من القيام باشباعها بطريقة مربحة لكافة الاطراف ويعتبر افراد المجتمع وجماعاته هي النشاط ذاته الذي تقوم به منشآة الاعمال وقد جاء النشاط تصويتي معبرا عن هذه الحقيقة الهمة من اجل ارضاء الاشباع والرغبات والاحتياجات زي ما كنت بقول لكم بقول لحضراتكم دلوقتي حاجات العملاء المتطورة والمتغيرة ليصبح التصويق احد القوة الدافعة للتقدم الاجتماعي وبالتالي انا طالما عندي منشآة وشركة لازم اشتغل على عملية التسويق وبالتالي عشان اشتغل تسويق لازم اعرف انا هترجت مين او مين الترجت ودينس بتاعي وايه هي الاحتياجات والرغبات بتاعته عشان اقدر اشباحها من خلال البرودكس بتاعتي او من خلال الخدمات السيرفصل اللي انا هقدر اقدمها له عشان يقبل على الشراء او يقبل على استخدام الخدمة اي امكان نوع المنتج او الاوتبوت اللي انا هتلعه من خلال الشركة بتاعتي اصبحت تسويق صيحة العصر التي تبحث عنها كافة المنشآت حتى تلك التي لا تهدف للرب ويشمل التسويق مجموعة من العناصر هي ان التسويق هو نشاط انساني يرتبط بوجود الافراد التسويق يعني افراد وسلوكهم عشان كده برضو فيه جزئية في المناجة هندرس فيها السلوك المستهل البيهيفير بتاعه عشان اقدر اشتغل على المستهلق بتاعي او اترجط المستهلق بتاعي لازم اعرف السلوك بتاعه اخبره ايه وشغال ازاي وهل هو من النوع اللي بيقدر يشتري المنتج من غير تفكير ولا هو من النوع اللي بيفكر كتير وبيعود يسأل كتير وبيرجع لاصحابه ويرجع يسألهم كل ده بقى بتعرفه من خلال دراسة المستهلق طب نوع المستهلق ايه؟ طب تصرفاته عاملة ازاي؟ طب صلوكه اخبره ايه؟ ايه هي الحاجات اللي نعصى دلوقتي طبقا للعصر اللي احنا عايشينه؟ ايه هي الرغبات بتاعته ايه هي الاحتياجات بتاعته عشان اقدر اشباحها والاشباع بيتم عن طريق المنتجات اللي بتقدمها المنشأة للسوق والمتمثلة في سلع وخدمات وافكار زي ما قلت لحضرتك ان انت عادة بتعمل تسويق يبقى فيه افراد والافراد دول نقصهم حاجات انا بقولها لك ببساطة يعني الافراد دول نقصهم حاجات في المنتجات اللي هم عايزينها دلوقتي لان طبيعي حضرتك لو قدمت منتج الافراد دول مش محتاجينه فبالتالي مش هيشتروا المنتج اساسا وبالتالي انا مش هقدر انجح في عملية التسويق بتاعي فالبرودكت بتاعتي اللي انا هقدر اقدمها لك انت كمستهلك ممكن تكون سلعة او خدمة او فكرة اهم حاجة في التلاتة يعني المشترك ما بينهم ايه ان هي انت محتاجها وفي الوقت الحالي وبتقدر تشبع الحاجات والرغبات بتاعتك الاشباع بيجب ان يتم من خلال عمليات التبادل لازم اتبادل كذا بعض هنبدأ ندرسه دلوقتي عشان اقدر اشبع او اعمل عملية الاشباع للمستهلك بتاعي التبادل يجب ان يتم من خلال بعض زماني وبعض مكاني ودي الابعاد اللي انا كنت بكلم سيادتك عليها ويمثل السوق ده البعض المكاني بتاعي يمثل السوق بتاعي اللي انا هبيع فيه بتعتبر عملية التبادل هي لوب العملية التسويقية اذ ان على رجل التسويق وان يعطي العملاء وشيء انزو القيمة لازم اديك الشيء لفاليو في الاول وفي الاخر لقيمة عشان تقدر تشتريه او تبقى سعيد وانت بتستخدمه او بتشتريه سواء كانت سلعة او خدمة او فكرة وذلك مقابل شيء انزو القيمة بالنسبة له اللي هي طبعا النقود اللي هو هيتفحها طب هل التسويق اهمية بقى خاصة بالنسبة الناس اللي هيشتغلوا في التسويق او هيتم من خلالهم عملية التسويق قالك بالنسبة للفرج بتساهم الجهود التسويقية في تسهيل عمليات التبادل والاشباع عن طريق شراء السلعة والخدمات حضرتك التسويق ده بيسهل عمليات كتير جدا من عملية التبادل انا بديك حاجة لهقيمة عندك انت حضرتك بتديني في المقابل النقود او الفلوس اللي بقدر احصل عليها نتيجة ان انا اديتك الفكرة او اديتك السلعة او اديتك الخدمة اللي انت عايزها او محتاجها بمعنى اصح بما ان انا درسك وعارف ايه احتياجاتك ورغباتك اتنين من نسبة للمنشاعة يعتبر التسويق من المؤثرات الرئيسية اللي بتحدد قدرة المنشاعة على البقاء من خلال التعامل مع قطعات الاعمال وتوفر امكانية مواجهة المتغيرات البيئية المعقدة حضرتك من غير تسويق شركتك مش هتقدر تكمل يعني بالشرح المبسط كده لان انت بتقدم النهاردة انا بقول لك او انت بتقدم النهاردة شوء شوء قيمة تمام انا معك جدا وبرافو وهيل طيب بكرة عملت تسويق عملت ابحث تسويق طورت من نفسك لأ ما طورتش من نفسك انا اه انا اللي لسه ايلك انت بتقدم شيء زوقي بس بكرة لو من غير ابحث تسويق من غير ما عملت او ديت لنفسك من غير ما طورت من نفسك فبالتالي النهاردة الشيء اللي زوقي ما اللي انت بتقدمه اللي انا كمستهلك باشتريه انا بكرة مش محتاجة بفند فبالتالي انت اصطرت في حق نفسك في التسويق قصرت في حق نفسك في الداتا اللي انت المفروض تحصل عليها عشان تعمل نفسك عملية قضيط وبالتالي انا كمستهلك انا مشتريتش المنتج لان انا مش محتاجه بكرة اه انا محتاجه النهاردة وانا اللي لسه مشكر بقولك شكرا على المنتج بتاعك النهاردة بس انا بكرة انا مش هشكرك عليه لان انا مش محتاجه مش عشان حاجة انا مش محتاجه طلع منتجات تانية عمل تطوير لنفسها قدرت تعرف ان انا بكرة محتاج شيء معين في الموبايل الجديد انت مقدرتش توفر الميزة دي في الموبايل وبالتالي انا اشتريت النهاردة اشتريت الموبايل بتاعك بس بكرة اشتريت موبايل تاني لان هو احسن منك انت بعد بقى كل الكلام اللي انا بقوله لك ده تفتكر الشركة بتاعتك هيبقى لها قدرة على البقاء في السوق اكيد لا النتيجة لا لان ان انا كمستهلك ما اشتريتش المنتج بتاعك بكرة وبالتالي في كمبيتر زكتيل ليك طوروا من نفسهم من خلال الحاس التسوية من خلال الداتة اللي قدروا يحصلوا عليها من خلال ان هم يقدروا يوصلوا لي المنتج ده بحاجات مميزات تانية انت مقدرتش توصلها لي وبالتالي انا اشتريت منتج تاني خالص وبدأت ابعد عن المنتج بتاعك لانه بالنسبة لي اصبح شيء ليس له قيمة زي ما كنا بنتكلم في السلايد اللي قبل ده بالضبط ان الشيء عشان اشتريه منك لازم يقول لي قيمة وبالتالي هتدوهولي فانا هديك هعمل معايك عملية تبادل ان انا هديك الفلوس او النقود عشان انت اديتني شيء انا محتاجه دلوقتي بس بكرة حضرتك بسبب ان انت ما طورتش فانا ما احتجتوش ومشتريتوش من نسبة للمجتمع والاقتصاد القاومي تساعد انشاط التصويت في زيادة حجم النشاط الاقتصادي ازا انه بدون عمليات تبادل لا تحدث اساسا معظم الحركة الاقتصادية في المجتمع ما فيش حركة الاقتصادية هتتمل في المجتمع نتيجة ان انت ما عملتش عنشطة تصوئية وبالتالي ما فيش عمليات تبادل حصلت اساسا وبالتالي الحركة الاقتصادية في المجتمع بدأت طوف او او معددش بت بيلعب التصويت دور همisson في رفع مستقäusق معيشة افراد المجتمع من خلال تقديم المنتجات المطلوبة ده فعلا لاننا لما بديك المنتج اللي انت عايزه ده بيرفع من مستوىك لاننا نعمل قبل نفسي بدخل تكنولوجيا جديدة بدخل يوزبي جديدة يوزبي هي الميزة البايعية الفريدة ده الاختصار بتاعها يعني او معناها الحرفي هو الميزة البايعية الفريدة في المنتج فالميزة اللي انت قدمتها جديدة كانت بصراحة التكنولوجيا داخلها فيها هيلة جدا وبالتالي انا روحت اشتريتها وبالتالي انت برفع من مستوى المعيشة بتاعتي اول بقى من خلال تقديم وانتجات مطلوبة بقى من سلع وخدمات وافكار ويعني عندنا بقى خدمات كتير بدأت تتقدم حتى على سمارتفونز دلوقتي من اول بقى الخدمات اللي بتخش مثلا تحجز مثلا خدمة عشان انت عايز حدي يروح يعمل لك خدمة معينة يوصل لك حاجة وانت عاد في البيت انت مشادر تروح او عندك مشوار تاني فمش فاضي مثلا يجي ياخد منك شيء ويوديه لحد تاني يسبق على كده خدمات كتير من اللي بدأت تدخل في التكنولوجي او اللي على السمارتفونز بتاعتنا وبالتالي انت هنا بتديني خدمة انا محتاجها في الوقت الحالي لاني ما عنديش وقت كافي لاني عندي شغل مثلا فما عنديش وقت ان انا اروح اعمل المشوار ده وبالتالي في المقابل ان انا هديك النقود او الفلوس المقابل هذه الخدمة كما يتعدى هذا الدور الى العمل على التعرف على الاحتياجات والرغبات ودي قلناها قبل كده الاحتياجات والرغبات الكامنة ومواقمة هذه الاحتياجات مع استخدام مع توصلات الى هي التكنولوجيا الحديثة وده انا لسه يلقل لك دلوقتي ان اول باول طبعا بيحصل عملية افضيط في التكنولوجي وبالتالي انا لازم اكون مواكب العصر ومواكب الحدث يعني في المنتج بتاعي في توفير سلع وخدمات جديدة وتطوير المنتجات الحالية بما يساعد رفع مستوى معيشة الافراد هنبدأ مع بعض دلوقتي المنافع اللي بيخلقها النشارات التصويق اذا كانت العملية الانتاجية تخلق بيئة سلعة المنفع الخاصة بشكل ومضمون السلعة حيث ينتجها بالشكل والمضمون والجودة اللي بياركبها المستهلك فعلا زي ما المستهلك عايز في السلعة وهو ما يسمى بالمنفع الشكلية فان تصويقه دي في لذلك سلسة منافع هي هما سلسة منافع اول حاجة المنفع المكانية بيقصد بها اتاحة السلعة في المكان الموجود به المستهلك النهائي او المشتري الثنوعي انها ليس بالضرورة ان تستهلك السلعة في مكان انتجها بالبالعكس هو الامر الاغلب وده فعلا بينما نشوفه دلوقتي ان السلعة بتقدر تبقى موجودة بالشرط في المكان اللي موجود في صانع السلعة يعني ده المقصود بالسلعة دلوقتي لازم تكون موجودة في المكان اللي المستهلك عايزها بسبب الاحتياجات والرغبات بتاعته حتى بقى مع تطور بينما نشوف السلعة دلوقتي بتجيلك لحد باب البيت اللي هي خدمة التوصيل بيجيلك لحد باب بيتك بالسلعة بتاعتك وممكن كمان انا ببدأ اكارية السلعة او هنزل السلعة في السوق اللي هينفع تتباع فيه يعني انا السلعة بتاعتي مثلا تمانها مناسب لكلاس ايه فهبدأ ترجط المكان اللي موجودين فيه كلاس ايه مش لوجيك او مش طبيعي ان انا السلعة بتاعتي سعرها مرتفع فببدأ احطها في مكان اللي موجود فيه هو كلاسي فطبيع جدا مش هتتباع وبالتالي المنفعة هنا لازم بتكون بتنطق كمان عن المكان اللي بتطيع فيه السلعة الموجود فيها المستهلك بتاح تاني حاجة المنفعة الزمنية بتاعني يتاحت السلعة للمستهلك في الوقت الذي يطلب فيه السلعة فكثير من السلعة تنتق في مواسم معينة ولكنها مطلوبة طوال العين والتسويق يسهم في حق تحقيق ذلك المطلوب كان يدور وفائل تخزينها التي تسمح لها بالحفاظ على فصائصها الاساسية يعني انا مثلا عندي سلعة بقدر اعملها في سيزون معين او بتبقى موجودة عندي في سيزون معين بس لازم تكون متواجدة عندي طول السنة يعني مثلا في انواع من البرودكتس مثلا بتقدر يزيد عليها الطلب في بعض الاوقات من السنة زي مثلا بنشوف مثلا في الصيف التكيفات بيبدأ يزيد عليها الطلب جدا طب في الشتاء الادفايات هل معنى كده ان انا ما قدرش اخزن البرودكتس دي بتاعتي في مماكن معينة بحيث لو اتطلبت مني في السنة كلها بتكون موجودة عندي اه موجودة عندي طبعا وفي اماكن تخزين وبالتالي ده تاني نوع من انواع المنفعة وهي المنفعة الزمنية من نسبة المنافع اللي بيكريتها النشاط التسويق انها تبقى موجودة عندي طول السنة ومتاحة للمستهلك في حالة طلبها تالت انواع من انواع المنفعة او من المنافع اللي بيخلقها نشاط تسويق ايه هي المنفع الحيازية وتعني تمكين المستهلك من الحصول على السلعة المادية ان انا بقدر امكن المستهلك من حصول على السلعة دي عشان بيبدأ يتسنى لهو البدء في استخدامها والاقتناع به وذلك عن طريق تملكها للمستهلك بالشراء والبيع انا لما اديها للمستهلك ويبدأ يستخدم السلعة دي ده نوع من انواع المنفع الحيزية بيبدأ خلاص بقت ملكه وبالتالي بيبدأ يستخدم هذه السلعة وده تالت نوع من انواع المنفع وبذلك في ان التسويق يطفي قيما جيدة على الثلع والخدمات المنتجة حتى يمكن ان تجد مجالا الى الاستهلاك هنروح بعد كده بقى على ايه هو التسويق بمعنى صح او التعريف بتاعه عشان هنبدأ ناخد مراحل تطور تعريف التسويق ذات نفسه قسمت تعريف التسويق لقسمين احدهم على نطاق الوحدة الاقتصادية او المشروع والاخر على نطاق المجتمع يعني عندنا تعريف للتسويق من ناحية المجتمع ومن ناحية الاقتصادية بتاعتنا او المشاريع او المنشأة زي ما احنا كلنا منتكلم قبل كده فاذا ما نظرنا الى التسويق من وجهة نظر الاقتصاد القومي ككل اي وجهة النظر الشمالية الماكرو فإن النشاط التسويقي هو ذلك النشاط الذي يحكم تضفق الاقتصادي للسلع والخدمات للمستهلكين بما يحقق الأهداف الاقتصادية للمجتمع الاقتصاد عموما هو نشاط بييده أنه يعلي الاقتصاد بتاع المجتمع ككل عشان بيقدر يوفر عملية التبادل زي ما تكلمنا فيها قبل كده ما بين الخدمات والمستهلكين وده بيحقق الأهداف الاقتصادية للمجتمع ككل أما على مستوى المنشاة أو ما يعرف الاقتصاد يوم التحليل الجزئي الميكرو فتعرف جامعية التسويق الأمريكية AMA النشاط التسويقي بأن مجموعة عنشطة الأعمال التي توجه انسياب السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك المنتج اللي بيعمل البرودكت ده بيوديه للكاستمر بتاعه أو مستخدم السلع اللي هو اليوزر من وجهة نظر أخرى تعرف الوظيفة الاقتصادية بأنها مجموعة من الأنشطة المتكاملة التسويق ده عبارة عن الأنشطة المتكاملة التي تؤديها المنشاة لتسهيل عمليات التبادل وده الكونسبت اللي بقى دلوقتي موجود فعلا اللي هو الاتصال التسويقي المتكامل إزاي أقدر أعمل اتصال تسويقي متكامل مع حضرتك من خلال بقى وسائل الاتصال المختلفة بقى زي الإعلان والبيع الشخصي وده برضو هنتطرق له في المنهج باختلاف العناصر بتاعته بحيث إنما أقدر أوصل كل الداة اللي أنا عايز أوصلها للمستهلك بتاعي عشان يقدر يقتمع فعلا بالمنتج بتاعي ويقدر ياخد الأكشن أو ياخد السلوك إنه هو يروح يشتري المنتج ده الشكل التالي بيوضح بقى عناصر التعريف زي ما كنا بنتكلم دلوقتي أنا عندي أول حاجة المنظمة أو المنشأة اللي بتقدر تعمل السلع أو الخدمة بتبدأ بعد كده تهندل الموضوع كده أو تودي القنوات التوزيع زي التجار أو المحلات اللي بتقدر تبيع المنتج ده بتقدر توفر السلع والخدمات عشان توديها للمستهلك اليوزر اللي هيقدر ياخد السلع أو الخدمة عشان يقدر يعمل عملية التبادل اللي إحنا بنتكلم فيها إنه هو يدفع الفلوس أو النقود ومن خلال المعلومات اللي بيقدمها من المنظمة بتروح بعد كده لازم تدرجا وطبيعيا كل ده بيدور في شكل واحد كده من خلال المنظمة وقنوات توزيع عشان تنتهي في الآخر عند المستهلكون أو العميل اللي أنا هباع له المنتج بتاعي من خلال عمليات الترويج المختلفة ودي برضو اللي هنتطرق لها من خلال المقرر بتاعنا في السمستر وإيه هي عناصر الترويج بداية بالإعلان والعلاقات العامة والبيع الشخصي كل ده وطلشية المبيعات كل ده هنتكلم فيه مرورا في المقرر بتاعنا التعريف من بتاع منظمة فاكس باردو للتسويق بإنه عبارة عن النشاط اللي بيقوم بالتعرف على الحاجات الإنسانية بعرف إيه هي الحاجات والرغبات بتاعة المستهلك بتاعي والمساعدة في إيجاد السلع والقدمات بقدر أدور على السلع والقدمات التي يمكن أن تشبع بقى الحاجات دي اللي هتشبع الحاجات والرغبات بتاعة المستهلك بتاعي والعمل على تعريف وأقناع المستهلكين بالسلع والقدمات المنتجة هذا فضلا عن تحريك المنتجات وضمان توصيلها للمستهلك بالسعر اللي بيتناسب مع قدراته وبحيث يضمن إجباعه وزي ما أنا كنت قلت لك من تلاتة سلايد تقريبا أن لازم لما نزل المنتج بتاعي ينزل في سوق تكون بتناسبه من حيث القدرة المادية على شراء هذا المنتج مش لوجك تماما برضو أن أنا نزل المنتج بتاعي في سوق ما يكونش المستهلك بتاعي قادر أنه يشتريها عشان كده قال لك لازم بتتناسب مع قدراته بحيث يضمن إجباعه على الاحتياجات والرغبات بتاعته من نسبة للمنتج بتاعي لازم أضمن توصيلها للمستهلك بالسعر المناسب اللي هو بيكون قادر على شراء هذا المنتج عشان أضمن نجاح عملية الاتصال بتاعتي أو الاتصال التسويه عشان أقدر أحقق ببساطة جدا البروفيت في الآخر الربح اللي أنا هقدر يعود لي أنا كشركة أو منشأة من خلال عملية الاتصال أو من خلال عملية الإعلان بتاعتي ويتضح مما سبق إلى أي حد بقى تتسع عنشطة التسويق وتتعدد وظائفه ومكوناته وينبغي أن نشيل إلى مال إن التسويق لا يعني فقط بالسلع والخدمات المادية إنما أيضا بالخدمات والمنتجات الغير ملموسة والتي عادة ما تستهلك على فور مستوسيل المؤسطات والترفيه دلوقتي بقينا بنشوف أبليكيشنز كتير جدا على مبايلاتنا بقدر أحجز من عليها رحلة توصلني من إلى من مكان معين إلى مكان معين والترفيه دي كلها حاجات مش مادية مش 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 منتج بتمسكه في إيدك ده المقصود يعني التسويق بيمتد ليشمل الأفكار حتى أنها قد أصبح من المعتاد تجد مصطلح التسويق الاجتماعي حملات السوشيال ماركتينج طبعا حملات التوعية الأورنس كامبين بقى زي ما بيجي أقولك مثلا بلاقي فيه ظاهرة معينة أو قطر لازم أعرفه عليك زي مثلا أقولك إن خلوا بالكو بعمل حملة توعية إن لو فيه حد جيه قبط على باب البيت وقال أنا كذا وبيطلب معلومات كذا لا ما تدلوش المعلومات ده ما تدلوش المعلومات دي لأن ده مش صح فببدأ أعمل حملة توعية للمجتمع للناس أي ظاهرة عايز أقضي عليها ببدأ أعمل لها أورنس كامبين أو حملة تسويق اجتماعي التسويق والإنتاج نشاطان اقتصاديان يكمل أحدهما الآخر وتظافران لإشباع حكة المستهد من السلع والخدمات لا يوجد تسويق بدون إنتاج ولا يوجد إنتاج بدون تسويق حضرتك تنتج المنتجات بتاعتك في المصنع بتاعتك ولكن كيف ستباع؟ ستباع من خلال عملية التسويق والتسويق من خلال عملية الإعلان لها وإذا كنت قاعد تعمل عملية تسويق وبتعلن لمنتجات بتاعتك ولا يوجد لديك خط إنتاج فعشان كده بقول لك هما الاتنين مكملان لبعض طالما في تسويق يبقى في عملية إنتاج وطالما في إنتاج فلابد ويجب أن يكون هناك تسويق التسويق والإنتاج نشاطان اقتصاديان يكمل أحدهما الآخر وتظافران كلهم الاتنين حاجة واحدة هما إشباع حاجات المستهلك من السلع والخدمات هنخش بقى زي ما قلت لحضرتك على مراحل التسويق أو مراحل تطور التسويق بعدة المراحل بتاعته ونلقصها كده في مراحل أول حاجة مرحلة التركيز على الإنتاج حيث ننطب الاهتمام على العملية الإنتاجية كزيادة حجم الإنتاج أول حاجة لازم أزود بركز على الإنتاج بتاعي عشان أزود حجم الإنتاج ومعالجة ومشاكلها الخاصة من تطويل السلع والآلات وتوفير عمالاته اللازمة لازم يكون عندي عمالة لازمة جيدة عشان تقدر تديني خط إنتاج محترم أقدر بيع من خلاله أو أقدر أعمل عملية تسويق من خلاله ومن أهم المنامح التي يقوم عليها هذا المفهوم ما يجد أن التركيز الأساسي بالمشروع يجب أن ينصب على إنتاج السلع وتسعير التركيز الأساسي لازم بيكون عندي خط إنتاج محترم جيد للسلع عشان أعمل له عملية التسعير بتاعته أن المستهلك يهتم أساسا بشراء السلع ويغلب عليه أن ينظر إليها كمجموعة من المواصفات وليس كمجرد وسائل إشباع حاجات معينة أنت المستهلك هنا بقصة برضو أن أنت مش بتشبع حاجاته بل بالعكس أنت بتديله مواصفات في السلع بتاعتك اللي أنت هتبعها لازم تكون بتميزه عن الآخرين أو بالمنتج بتاعك يتميز عن الآخرين أو المنافسين بمعنى أصح المستهلكين لديهم معرفة بالسلع والمركات البديلة الكمبترة زي ما قلت لك كل نقطة بتسلم بعضها كده المتوفر ويسعود للحصول عليها بمجهودهم الزاتي يعني قوعت الفكر أن الكاستمر اللي هيشتري منك ده مش بيسأل أو مش عارف أو ما عندوش معرفة ده بداية الفشل منك أن أنت بتبقى بتتعامل مع الكاستمر على هذا الأساس لأ غلط جداً العميل بتاعك لازم تفهم أنه هو فاهم وواعي وبيسأل والموضوع معلش صاحبة دلوقتي زي زماني يعني أنت جاست أن أنت عدت مسكت على مبايلك وعملت سيرج تقدر تطلع كل المميزات بتاعت السلعة اللي أنت بدور عليها تقدر تطلع عراء الناس رأيهم وإيه في السلعة طب إيه السلعة التانية الأحسن منها وبالتالي الموضوع بقى مختلف عن زمان بكتير المستهلكين يفاضلون ويختارون ما بين السلعة والمركات المتنفسة بيبدأ يعمل مقارنة يشوف السلعة بتاعتك أحسن والسلعة بتاعت المنافس أحسن على أساس إيه؟ على أساس الكواليتي على أساس البرايس بتاعتها الجودة والسعر بيشوف الكواليتي بتاعتك كويسة السعر بتاعتك كويس حتى لو أنت مش هتعلن عن ده ده الإعلام بتاعتك أو داخل الإعلام بتاعتك هيعرف من الأصدقاء هيعرف من الأصحاب هيعرف من الكومنتس أساسا يعني الموضوع أبسط من كده بكتير هيعرف من الكومنتس اللي موجودة في الابليكيشنس أساسا اللي بتبقى بتبيع الكلام ده بتدي فيدباك أو بتدي الريد بتاع المنتج أو لو على السوشيال ميديا ففي تعليقات وفي يعني اتجاه بيبان الاتجاه إيجابي ولا اتجاه سلبي عن المنتج وبمعنى آخر فإن تفكير الإدارة يتمثل في إنه إذا قام الفنيون بتصميم المنتج على نحو مردي فنيا فأكيد فإن مهمة رجال البيع هتكون أسهل بكتير رجل البيع الشخصي هيكون الموضوع بالنسبة له سهل جدا لو المنتج منتج محترم جدا الكواليتي بتاعته كويسة السعر بتاعه مناسب جدا للتصميم بتاعه ومناسب للمستهلك اللي هيجي يشتريه فبالتالي رجل البيع بيبقى القضية بتاعته أو الشغل بتاعه في الأطناع بيبقى أسهل بكتير طبعا وثانوية على أساس أن المنتج الجيد يبيع نفسه زي ما احنا بنقول كده الجملة دايما معروفة عندنا في التسويق أن المنتج بيبيع نفسه المنتج الجيد هو اللي بيقدر يعبر عن نفسه يعني يخلي بالك أن المنتج الجيد ممكن أسان عميل يدخل يشتريه من غير ما يسأل ده موصفاته إيه وده مميزته إيه مش عشان هو مش عارف لا هو عارف الفيدباك فهو داخل يشتري ومش محتاج يسأل لأنه متطمن وناس كتير من أصدقائه شاريين هذا المنتج وبالتالي هو الموضوع بالنسبة له أمان جدا جدا فبالتالي مش داخل يستفسر هو داخل يشتري على طول المرحلة التانية هي مرحلة التركيز على البيع وفي هذه المرحلة تزداد كمية السلع المعروضة ويتسع السوق السوق بدأ يتسع معك لأن المنتج بتاعك بيزداد عملية البيع فيه ويزداد العرض ليفوق الطلب خلي بالك بقى عملية العرض بدأت تزيد على عملية الطلب بتاع السلع وهنا تصبح عملية البيع أكثر أهمية ودي تاني مرحلة خلي بالك التركيز على البيع عملية البيع بقت أكثر أهمية فالشركات مطالبة بأن تقنع المستالد بأن سلعتها هي الأفضل أنت السلعة بتاعتك أو البرودكت بتاعك أحسن بروودكت موجود في السوق لو تم مقرنته بالسلع اللي موجودة البديلة اللي متنفسة معاك السلعة بتاعتك أقوة بناء على المميزات بتاعتها بناء على الكواليتي بتاعتها بناء على البرايس بتاعتها إيه زي ما تيس أو أول زي ما تقول أهم حاجة إيه تعرف تبرز ده ويصبح معيار النجاح هو زيادة المبيعات على حساب المنافسين الحصة التسوقية بتاعتك طبعا أكيد أكبر من المنافسين هو ده معيار النجاح بتاعك ومن هنا بدأت وظائف البيع وفنون والإعلان وأسالي بالترويج اللي لسه هنتكلم معايا عليها إن شاء الله طول السميستر هناخدها عنصر عنصر وأسلوب أسلوب بحيث إن إن شاء الله تكون مخلص المكرر فاهم يعني إيه عملية الاتصال التسويقي إزاي إنت كمان كطالب إن شاء الله بإذن الله تقدر تعمل عملية اتصال تسويقي بكل نجاح وسهولة بإذن الله بناء على المنتج اللي عندك ومتغيراته وظروفه وتعمل ماركتينج ريسيرش تشوف المنتج سعر وقد إيه طب الكمبيترز بتوعك منتجاتهم بتتميز بإيه طب أنا لازم أنزل بيو سبي أقوى منهم طب يعني كل ده طب أنا بعد ما يبقى عندي كل ده هقدر أعلن واشتغل إزاي في المزيج التسويقي بتاعي والمزيج الترويجي بتاعي كل ده هندرسه مع بعض إن شاء الله وعناصره يشكل الجزء الأكبر العناصر الترويج بتشكل الجزء الأكبر من الجهود التسويقية إذا كانت من حيث الترويج وعناصره في المزيج الترويجي فإن شاء الله هندرسها عشان نفهم إزاي هي بتطلع من الجهود التسويقية أساساً أو من المزيج التسويق من الافتراضات بقى اللي بتقوم على التركيز على البيع إن المهمة الأساسية للمشروع هي تحقيق أقصى حجم ممكن من المبعات لازم أحقق المهمة بتاعتي لازم أحقق أعلى وأقصى حجم من المبعات إن المستهلكين لن يشتروا الحجم الكافي المربح من منتجات المشروع ما لم يتم الاتصال بهم من خلال مجهودات بيعية وترويجية من جانب المشروع اللي انت لازم تعمل مجهود زيادة على عملية البيع وترويجي من المشروع ذات نفسه إن هدف المشروع هو المحافظة على حجم المبعات أساساً أو زيادته إنما ما قلش عن حجم المبعات بتاعتي بأي شكل من الأشكال من خلال المحافظة على المستهلكين المحتملين أو جذب مستهلكين جدد يعني أنا عندي الكاستمرز بتوعي أحافظ عليهم على قد ما أقدر أو أزود عليهم عشان كده الحجم المبعات ما ينفعش يا إما يفضل اللي هو عليه يا إما يزيد طبعاً ده أحسن شيء تالت مرحلة هي مرحلة التركيز على التسويق حيث يصبح المستهلك هو نقطة البدء للمفهوم التسويقي ويصبح الفكر السائد في هذه المنظمات هو إنه بدلاً من إنتاج سلعة قاموا مهندس الشركة بتصميمها حسب تصوراتهم لرغبات المستهلك ثم محاولة بايعها له فإنه ينبغي أن يبدأ بالمستهلك نفسه لمعرفة ما يرغبه في السلعة التي سيقرر هو شرائها يعني القصة بقى بدأت تختلف بدأنا نبتدي من المستهلك عايز إيه والمستهلك محتاج إيه عرفنا طيب المستهلك عايز إيه واحتياجاته إيه هبدأ أصنع السلعة بناءً على احتياجات المستهلك بناءً على الحاجات اللي ممكن تلبي رغباته دلوقتي واحتياجاته عشان يتم عملية الإشباع للمستهلك في السلعة دي عشان يشتريها ما ينفعش أبداً إن أنا أعمل سلعة بدون ده بالمفهوم الحديث للتسوية بقى بدون معرف المستهلك بتاعي في السوق محتاج إيه لو ده تم هتلاقي نفسك يعني لو الحظ يعني صدفك إن أنت بعت جزء من الإنتاج بتاعك أكيد مش هتعرف تبيع الإنتاج كله ده ده الخط الإنتاج بتاعك أكيد مش هيتبع كله ومعتقدش إنه هتحقق نسبة ربح لأن في الأول وفي الأخر أنت لما جيت تصنع المنتج ده ما وقفتش على أرض صلبة من الداتا اللي معاك أو من الدراسات اللي أنت عملتها عن المستهلك عشان تعرف هو محتاج إيه عشان كده قالك من أهم الملامح التي يقوم عليها المفهوم التسويقي بشكل الحديث ما يلي وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي تحدد المنظمة أهدافها في إطار إشباع حاجات محددة خاصة بمجموعة من العملة وده شرحناها وقلنا إنه لازم نشبع الحاجات بتاعة العملة وده أهداف المنظمة تدرك المنظمة أن أشباع هذه الرغبات يتطلب برنامجا نشطا من بخوص التسويق هتشتغل طبعا ماركتينج ريسيرش محترم هتجمع داتها محترمة عن المستهلكين بتوعك هتعرف إيه هي الاحتياجات اللي نعصاهم وبالتالي هتبدأ تحطها في البرودكت بتاع تدرك المنظمة أن جميع الأنشطة التي تؤثر على المستهلك يجب أن توضع تحت رقابة تسويقية متكاملة لازم أعرف إيه هي الأنشطة اللي تقدر تأثر على قرار المستهلك عشان يبدأ يشتري مني المنتج وبالتالي هعمل نظام رقابة تسويقية متكاملة عليه بحيث أن أنا أخليه يقتنع بنسبة 100% بالمنتج بتاعي إشباع رغبات المستهلكين يؤدي إلى كذب ولائهم وتكرار التعامل معهم وترويجهم لسمعة المنظمة في الأوساط التي يتصلون به أنا يعني طالما أنا بقدر أشبع رغباتك وبالتالي هكسب ولائك هي مراحل كده بتسلم بعضيها يعني هكسب ولائك وبالتالي حضرتك هتدي فيدباك رجوعا بقى أهل عن نصر عملية الاتصال هتدي فيدباك محترم عني لأي حد هيجي يسألك عن المنتج بتاعي وبالتالي الناس اللي بتسألك عن المنتج بتاعي لأن أنت الولاء بتاعك لي أنا كشركة هيروحوا يشتروا المنتج برضو مني وبالتالي ده هيعود عليها بالنفع وبالتالي خط الانتاج بتاعي أكيد هيتباع وبالتالي الحصة التسويقية بتاعتي مؤكد يعني هتزيد إن شاء الله نتيجة إن أنا اشتغلت شغل سليم في الأول وفقا لأهداف محددة وفقا لبرنامج من أبحاث التسوية عملت بطريقة سليمة وليها منهجية محترمة فطبعا ده كله عاد عليها بالنفع ويحقق لي نسبة أرباح محترمة من المنتج بتاعي عشان كده بيقدم ليفت المقارنة الآتية بين المفهوم البيعي والمفهوم التسويق تعالوا نتشوف المقارنة دي كانت إيه يركز المفهوم البيعي على حاجات البايع بينما يركز المفهوم التسويق على حاجات المشتري المفهوم البيعي قالك أنا هشوف احتياجات البايع اللي بيبيع التاجر اللي بيبيع المنتج أو المصنع اللي بيعمل المنتج ده محتاج إيه محتاج بروفيت محتاج أرباح إنما المشتري ذات نفسه محتاج في المنتج مواصفات معينة طبعا شتان الفارق ما بين عملية الربح أو عملية الربح بدون نظر للمستهلك أو المشتري اللي هيشتري مني المنتج وما بين إن أنا هنا المشتري بشوف هو محتاج إيه عشان أقدر أوفر له المنتج بتاعه الاهتمام الأول للمفهوم البيعي هو تحويل السلعة المنتجة إلى نقضية عايز أحول السلعة المفهوم البيعي عايز يشوف السلعة دي عبارة عن فلوس بأي شكل أما مفهوم التسويق فالاهتمام ينصب على إشباع رغبات المستهلك اللي المفهوم التسويقي بيبص على المستهلك عايزيه وإزاي أرضيه عن طريق المنتج بالإضافة إلى العنشطة الأخرى المتعلقة بتصميم وتوزيعه واستهلاكه يعني أنا يهمني قوي في المقام الأول في المفهوم التسويقي مع تطوره بقى إن أنا بشوف رغبات المستهلك عن طريق المنتج بالإضافة للعنشطة الأخرى اللي بشوفها بقى في التصميم والتوزيع واستهلاك المنتج ذات نفسه جوهر المفهوم البايعي هو انتاج منتجات وباعها انتاج منتجات قط انتاج وباعها ما يهمنيش بقى المستهلك دراضي مش راضي الحاجات اللي هو عايزة موجودة في المنتج أسانا ولا مش قصتي أما جوهر المفهوم التسويقي فهو اكتشاف حاجات وإشباعها عشان كده مرورا بقى بالمفهوم الحديث للتسويق مرت تفكير التسويقي بمجموعة من المراحل تأثرت كل مرحلة منها بالمتغيرات الاتصادية والاجتماعية السادة فيها الى ان استقرى اخيرا على المفهوم الذي ينظر الى التسويق باعتباره نشاطا انسانيا هادفا هو نشاط انساني هادف يهدف لايه بقى يهدف الى اشباع حاجات ورغبات الافراد من خلال عمليات تبادل السلع والخمدمات ده المفهوم الحديث للتسويق قالك هو نشاط انسان يهدف لايه بقى حاجات ورغبات الافراد من خلال عمليات تبادل السلع والخدمات انا اهم حاجة عندي في النشاط بتاعي هو المستهلك لازم ارضيه باي شكل من الاشكال اذا كان ليه شيء يهمه في المنتج فاحاول احطه في الخطة التطوير للمنتج عشان ترضي اهتمامه بعد كده او ارضي ولاقه عشان يفضل ولاقه معايا ما اخصرش المستهلك بتاعي وبالتالي الحصة التسويقية بتاعتي ما تقلش عن اللي انا عليه ممكن تفضل زي ما هي او تزيد وبالتالي يعني مرورا كده بالمفهوم الحديث او بداية التسويق احنا شوفنا مع بعض كان فين وبقى فين كان بيهمه في الاول ان انا بيع المنتج او بيع السلعة بدون النظر للمستهلك لا دلوقتي الموضوع اتغير كتير عن الاول وبقى اهم حاجة عندي ان انا ارضي المستهلك باي شكل من الاشكال في السلعة اللي انا هنتجها واصنحها اجمالا بقى للي خدنا النهاردة في المحاضرة ان المحاضرة قدمت مفهوم الاتصال بالشكل التقليدي وعناصر الاتصال مرورا بعناصر الاتصال من المرسل والرسالة الميديم والمتلقي رجع الصدى وهل في تشويش بيأثر على عملية الاتصال ولا لا اثناء ارسال الرسالة من المرسل عبر الوسيلة وازاي بتأثر اثناء عملية الاتصال على التسويق وعشان كده بدأنا في تعريف التسويق ومراحل التطور بتاعه من المفهوم التقليدي مرورا بكيفية تغيير المصطلح لحد ما وصلنا بقى للمفهوم الحديث اللي هو اشباع رغبات المستهلك عن طريق المنتج بالاضافة الى الانشطة الاخرى المتعلقة بالتصميم والتوزيع والاستهلاك ان انا في الاهم هدف عندي هو اشباع رغبات المستهلك وازاي اعمل على عمل دايما اخلي فيه ولاء للمستهلك على المنتج بتاعي وازاي اعمل على ارضاء المستهلك على المنتج بتاعي اللي انا بقدمه له وصلنا بقى الى المفهوم الحديث كمان للتسويق وعبارة عن نشاطا انسانيا هادفا الى اشباع حاجات ورغبات الافراد من خلال عمليات التبادل في السلع والخدمات ازاي برضي المستهلك بتاعي وبحقق له الاحتياجات والرغبات بتاعه جوه المنتج وازاي انا اساسا بدأت بقيت بصمم المنتج بتاعي بناءا على الاحتياجات والرغبات بتاعت المستهلك وتبقى موجودة في المنتج عشان اقدر اقنعه بان هو يشتري البرودكت بتاعي عشان كده دايما كنا بنقول من خلال المحاضرة ان المنتج الجيد سهل بيعه ورجل البيع او البائع بتبقى مهمته سهلة مع المنتجات الجيدة دي مراجع المحاضرة اتمنى ان حضراتكم لو تقدروا تطلع عليها يبقى جيد لحضراتكم في النهاية بشكر حضراتكم جدا على ساعة صدركم لي وحسن الانصاط والاستماع للمحاضرة وبتمنى ان تكون المعلومة من خلال المحاضرة الاولى في اول محاضرة لدينا في المكرر وصلت بكل سهولة ويسر الى ان القاكم قريبا ان شاء الله في الحلقة النقاشية شكرا جزيلا والسلام عليكم